جعلنا لكم مشاهدين مرحباً فيكم. موجدداً سننتقل لفقرة جداً رائعة. هي اليوم الفقرات مشوقة. مع بداية الربيع وانتقالاً للصيف تكثر المناسبات ويبدأ التحضير. وفي هذا الوقت هناك اهتمام في أدقي التفاصيل. أيضاً في كتير الناس يهتموا في كل التفاصيل الصغيرة خاصة إذا كانت المناسبات أعراس خطوبة حتى لو كانت احتفالية عادية. وهلأ كمان حتى الشركات والمؤسسات صارت تهتم بهذا الجانب. ولكن هناك من يبدع ويهتم بهذه التفاصيل. وبعضينا أفكار بتجمل مكان الاحتفال وتجعل من هذا اليوم أو من هذه الاحتفالية بالتحديد يوم ما نقدر ننسى والصورة تظل معلقة بذهننا. مبارح حكينا عن الزهور واليوم كمان رح نحكي عن الزهور وعن الورود. بس من دبي إلى فلسطين. صحيح صح. هي. ولكن اليوم بسعينا كمان نرحب معنا من داخل الستوديو بمن أبدع بهذه التفاصيل المبدعة سمر التيتي. الله صبحك بالخير. يسعد صباحك. كيف بداية نهارك؟ إن شاء الله كويسة. لا مباينة منيحة. سمر يعني بداية وانتي كمان داخلتي على الستوديو وردة جدا رائعة وبتشتغلي أكثر بما يتعلق بالزهور وبخشب الزيتون يعني. صحيح؟ تحكينا كيف بدأت الفكرة؟ الفكرة أنا ما كان يعني أنا مع عمري اشتغلت بالورد ولا نسقط بالورد. بلشت فكرة بسيطة. بعدين هيك استوحيت بخشب الزيتون مرة يعني أنا قاعد هيك صفنانة في مكان. فاستوحيت إنه كيف لو ركبنا الورد هذا على خشب الزيتون. قديش رح يعطي ناحية جمالية. وكمان قيمة إلو لخشب الزيتون وخشب بلادنا اللي هو يعني شي كتير مستوحي عندنا في بلادنا. فأنا بلشت أنسق تقريبا من سنة على خشب الزيتون. فكانت فكرة كتير خلاقة وكتير الناس أعجبوا فيها. والحمد لله يعني صارت مرة مع مرة يعني فيه تطور أكتر فيها. تبدأ أسأل عن طبيعة تنسيق الألوان. نطلب كمان الكاميرا تورجينا كيف الخشب الزيتون. البنفسجي الأبيض البرتقالي وكمان كل شيء مختلف. كل شيء مختلف. ما هو يعني جمالها إنه ما فيه إشي تماثل. يعني في المدرسة اليابانية للورد بتقولك إنه فيش إشي في الدنيا مستوي. الجبل طالع نازل البحر مش مستوي النهر. فهي عملية الورد هون كمان نفس الشيء. أول إشي عنا إشي رباني. يعني الأورنج مع البنفسجي الأخضر والأبيض. تحكينا عن أنواعهم الزهور الموجودة. آه هذا بيقولوله عصفور الجنة الورد آني. حلو جميل. وهذا بقعد فترة طويلة كتير يعني بتم معايش. وهدول الأخضر والأبيض هدول بيروتي. بيروتي بس بكذا شكل. والباقي إكسسوارات للورد. عدي الفترة اللي بيضل عايش فيها. يعني مثل هيك ورد إذا نعطى مي بقعد له شيء أسبوعين ثلاثة. فيه ناس بتقولي بعد شهر. فيه ناس بيحافظوا على منظر وبصير مثل مجفف. بس كيف ممكن أن نحط عليه مي؟ عادة يعني بقو بسرنجة المي ترات الدواء. بغس بالسفنجة. بالسفنجة صحيح. لازم ضروري كتير لأنه إذا كان الجو جاف أو في تدفي أو شيء بتنشف السفنجة بالطبع للورد بديه مي. بيعطي حيوية أرد. الحلو كمان بهذا النوع من الورد بالتحديد أنه كتير ناس مرات بيكونوا حابين يجيبوا ورد على البيت بس بدهم ضل أكتر وقت ممكن. أنا كتير الزبائن لما بتصل فيه إيش ممكن يعني قديش ممكن يعود بكي الورد. فبختار النوعية ورد. هلأ فيه نوعية ورد يعني أسبوع حدها الطبيعي إنها تعود. وصرنا نجيب إحنا مواد تغذية للورد إنه يطول أكتر. نحطها السفنجة لما ننقاح بالماء أو إذا كانت بالفاز أو شيء إنها تطول أكتر. يعني تعطي تغذية أكتر. بس أنا الحمد لله يعني معظم الزبائن عندي بيحكول إنه الجديد إنه استغنينا عن البوكي هذا الحكي بيكون بعد شهر شهر ونص. وشكلها مويز كثير وحلو. يعني في عندي عروس كانت رايحين زبط وإعداد ترتيب العرس عندها فأخد لها خطيبها. كانت فترة تقريبا شهر بعد الشهر بتقولي وأنا خرجت كعروس من بيت أول فكان البوكي كماته موجود وكانت صور جميل. طيب سمر بدأ أسأل عن ممكن زراعته أو هو بيكون ممكن أنه بيكون مقلم وجاي. آه هيك فعشان كيف ممكن أن أنت عشان بتشتغلي بهذا المجال أنه يكون موجود بالبيت بالإتراب مزروع؟ عادي شتل. آه شتل بتزراعي. جربت جربت أنه تزرعي بالبيت وهيك؟ آه بس هلأ يعني عندك بالبيت كزينة بس إذاك محل ورد أو كميات فما مزموط. صح وممكن واحد استفيد كمان منك يجي وياخد هاي اللي يحطها في البيت. هلأ في عندي أنا كثير زهرة تيوليبس عادة تيجينا ببصلها. صح. بقص البصل بغزة بالسفنش للزبون بتكون أول شي معطية ناحية جمالية وبعدين بحكي لهم أنه عادة مثلا في موسم معايم رح ينزرع ويطلع عندك نفس الورد. فكثير من الزبائن بنبصها. يعني وإحنا دائما نحكي للمشاهدين قدي الورد ممكن يغير من المكان اللي بتقعد فيه. المهم إنه حتى بالاحتفالات والبناصبات يشتغلوا عليها يضيفوا لمسة من الورد. هاي أضافة لمسة لبرنامج اللي أصبحكم بالخير حليها موزوجة على الطاقة. هو بده يضمن. للبرنامج. سمر يعني تعدي الموضوع أيضا مجرد الاهتمام بالورد ولكن كمان كان في إلك اهتمام بتنظيم وايضا الاهتمام بالحفلة من كل التفاصيل. كيف تطور هذا الموضوع؟ تحكينا عن إيش أكتر إشي جوانب أنت تهتم فيها كمان عشان نعطي نصائح للمشاهدين هم مع إيش ينتبهوا؟ هو إحنا يعني إجينا بفكرة إنه لازم إنه عندنا درجة العادات إنه بس الطبقة معينة اللي بيكون عندها إنها ترتب أعراس بالكامل. فإحنا إجينا بفكرة إنه لجميع الناس اللي بقدر إنه نرتب له العرس بأقل التكاليف أو حسب الميزانية اللي بيكون هو حاطتها. فاهتمينا بأدق التفاصيل. عم نشوف صور على الشاشة كمان من شغل سمر تفضلي. اهتمينا كثير بأدق التفاصيل في كل شي موجود يعني ممكن يلفت نظرك في الحفلة أو في الإفنس أو هادفة يعني الحمد لله. عادةً الناس في إيش أكتر إشي عم تطلب إيش أكتر إشي حبته إيش أكتر إشي الناس بتوجه له. هلأ أنا صرت أحس إهتمام الناس كتير كان من أول يعني بس الناس يطلع على الكوشة للعرسان. هلأ صاروا يطلع بكل تفاصيل العرس. كان من أول دايما إحنا بس نحضر أعراس زمان إنه بس الكوشة. هلأ في محيط القاعة كلها. هلأ كله من أول ما تدخل القاعة لحديث ما إنك وكمان إحنا بنعمل ثيم. ثيم للعرس أو ثيم للإفنس يعني. لون معيان أو طريقة ما. حسب الثيم يعني أنت حتشوفي اللي بتشوفيه من باب القاعة حتشوفيه تمك ماشي لحند ما تشوف العرسان. فبكون كله متكامل يعني مش إنه في ألوان أو في خلط أو في شي. ممكن الناس بتفضل الشيء البسيط أكثر منو تكون هيك معجة القاعة. السيمبل آآ آآ بفضل الشي السيمبل. وفيه ناس لأ فيه ناس. لا حسب خبرتك أنت. بس لا فيه ناس بتيجي بدهم بكل إشي. عرفت علي. وبدهم يكون الشيء فخمي كتير. يعني أسباق الناس تختلف. هلأ بيغلب عليك أكتر ولأنت هم بيعتمدوا عليك أكتر تختار. هو يعني هلأ صارت الثقة موجودة الحمدلله. فأحس أن الإحتماد عليه أكثر واللعبئ صار عليه أكثر لأنه كل واحد يأتي بديه فكرة جديدة وبيديه اهتمام مما خاص فيه فلا يعني يعني أقول لك 70% برمو علي الحمل هل في شيء مميز للصيف 2013؟ أكيد دائما فيه أفكار جديدة ومخلاقه إن شاء الله مين بساعدك بالأفكار وممكن يكون فيه شيء جديد؟ والله أنا يعني يعني الواحد أنه حلو دائما يطلع ويتطور وهيك شيء فأنا يعني دائما أمران بتكون الفكرة مش موجودة تسألي ولا بتعتمدي على حالك؟ لا بعتمد على حالك ما تسألي حالك؟ نا بس أمران كتير أمران الفكرة بتتكون معي بلاحظتها يعني أنا علاق مثلا بتتصلي راند بتقولي بدي أنا ورد لمناسبة فلانية إذا لحظت أنت تصفحت صفحة ما في إشي متماثل يعني كله كله جديد فأنا بمسك يعني ببقاش للسعار فكيف بدي أشتغل بالتنسيقة حسب أمران بقول لهم حسب وجه الورد كيف داير وجه حسب كيف العرض تمر ذكرت سؤال أكتر صورة حبيتها وأنا عم بتفرج أي على الصفحة صور لفواكه إيش اللي عملتي في الفواكه؟ هاي شركة إجت عندي بتمنى تكون الصورة عم تبين كمان على الشاشة شركة إجت عندي بدهم يسوقوا لضواء السكرية شركة أدوية فبنيت لهم أنا سليم ناتشرال اللي هو تفاح والرنر كان من الجوز الهند والكراسي الرافي فكان كلها سليم ناتشرال فحطيت فكرة التفاح أسع سأسئ إنه يعني تفاح بنسبة لمرضى السكر إنه هو يعني بتم أقل ضرر السكر فيه فكانت الفكرة كتير رائعة نعم شكرا يا سمر شكرا الله يسعدك وصعدنا بوجودك معنا الله يسعدكم وكمان كل الناس اللي حبوا الأفكار بقدروا أكيد يشوفوا صفحتك على الفيسبوك باسم دينا إفنت صحيح وأيضا موجودة أنت بنابلس بمدينة نابلس شكرا واليوم في المهرجان كمان صحيح واليوم مهرجان تقدر كمان تدعو الناس عليه الله يسعدك يعطيك العافية إلى فاصل وبعد الفاصل سنتابع آخر فقرة في برنامج الله يصبحكم بالخير